من نادي الزمالك للكاف الكاف اللي اختار ست حكام مصريين لأمم إفريقيا بإيكوتيفور ودي حاجة طبعا تدعو إلى الفخر أن يكون عندنا ست حكام مصريين بيشاركوا في بطولة كاس الأمم الإفريقية أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الحد قائمة الحكام المبدئية المرشحة الكاس أمم إفريقيا عشرين تلاتة وعشرين وضمت القائمة ست حكام مصريين وهم أمين عمر محمود البنة محمد محروف أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال إلى جانب محمود عشور على تقنية الفيديو وتحتضن كوديفور بطولة كاس الأمم الأفريقية واللي هتنطلق يوم 13 يناير عشرين أربعة وعشرين المقبل وستشهد مشاركة أربعة وعشرين منتخبا وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 12 أكتوبر المقبل موعدا للقرعة التي ستحدد المجموعات الستة البطولة المرتقبة وستقام القرعة في العاصمة الإفوارية أبي جان أكيد بالتأكيد نتمنى توفيق لمنتخبنا الوطني المصري ودائما بنقول إن بطولة أم أفريقيا دي بطولتنا وإن شاء الله تفضل بطولتنا ونقدر يعني ناخد بطولة أفريقيا في كوديفور أكيد مش سهلة مستويات منتخبات الأفريقية أحسن بكتير جدا من الفترات اللي كلنا بنلعب فيها قبل كده ولكن كلنا ثقة في مدير الفني بوكادة روي فيتوريا ولعبة منتخبنا الوطني اتحاد الكرة يعلن رسميا التشكيل النهائي للجنة الحكام أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التشكيل الرسمي والنهائي الذي اختاره البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية التشكيل كالتالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة وللعضوية لجنة الحكام حمدي القادي مجدي رزق أحمد ساهر سعيد عبدالغفار أحمد الجرحي مهند وائل صباخ محمد فرج لقسم التعليم والتطوير أحمد أبو العلة محاضر محمد أبو خاطر معيد بدني طارق سامي محمد حسن ومريم شحاتة معيد بدني لعمليات فريد سلطان أحمد فاروق شادي مصطفى موسيقى 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 موسيقى